كل هذه النصيحة من القلب وأختم بها وأنا يعني أعتبر هذه فائدة على الهامش أقول فليراجع من يتكلم في مسألة المعازف كلام أهل العلم في هذا الباب قبل أن ينقل وقبل أن يكتفي وقبل أن يخرج على الناس ويقول الغناء المعازف لا شيء فيها والغناء إن كان بضوابط كما قال لي بعض الشباب قال إن كان بضوابط قلت ما الضوابط قال أن لا يدعو إلى الرزيلة لا يدعو إلى الفاحشة أن لا يكون كلاما منضبطا أن يكون كذا أن يكون كذا أن يكون كذا فقلت له سمي لي واحدا أو واحدة ممن يتصدون الآن لهذا يعني يغني كما تقول أنت أو كما قال بعض العلماء المعاصرين أنه لا يكون في كذا يكون كذا أنت تتكلم عن العنقاء وعن الخل الوفي وعن الخل الوفي فنقول تضع شروطا ليست موجودة أدى هذا إلى كما نعلم الآن من هرج ومرج وتعري واهتمام بالجسد في عالم الغناء